إذاعة منهج النبوة لنشر داعة السلفية في غينيا والسينغال وموريتانيا أيروبا وأمريكا تقدم لكم شرحا بلغة الفلانية لكتاب الأربعين النوبي للإمام الحافظ النوبي رحمه الله تعالى قد قام بشرح هذا الكتاب بلغة الفلانية أخونا الفاضل أبو عبيد عبد الله جبريل أخونا الفاضل أبو عبيد عبد الله تعالى أخونا الفاضل أبو عبيد عبد الله تعالى أخونا الفاضل أبو 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 عبد الله تعالى المترجم للقناة اشتركوا في القناة كذلك المسلمة التي تجلبها تغير جردها ويوجد أن نقوم يوديك ومسائحة ونظره عن النسيحة ترى أن يشعر مدده ثم يشعر ومسائحين لكن هناك اشترات الفاق ستحول وأحبني لذلك أتفضل الله فيها هو أن البعض أفضل المريضة فالنعمات والطارة والرهر وأنا نعود أمره لأن يكون نموت ذاً هذا المفهوم الحديث يقول لي أن يكون ذاً بيما كان نعم أمره الطاعتم enamorات أمره أقول أن يكون نعمات يقول للاستضع الناعمات حيث أنه حيث عندما يقول نعمات يقول للاستضع الناعمات يقول أن الله راستع النامات صدقائش ما كناندي مولو مردين لراجل اتاواتيه نادي حوارما ونو كذالك حانا يهيدان دي موجو معجوله إذان قنن من سيقولة تريدو حديث هره اندو وهاواي نوتوده موبونير المقبن قال وهاواي تيجي تيجي فراد جيججل حكونا دي مقبن إذان ما يحبوه نفسي يركوه إذان كون حوارما كو رواغ البخاري ومسلم علي حمدك الدارو دين حدو هذا جانب بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا لتقوم بإذان الله سبحانه وتعالى ان الان لا يمتحقَ فكرة في الفيديخ من الجواب سبحانه وتعالى إنه لطلق سبحانه وتعالى هذا الفيديخ سبحانه وتعالى نحنت وإذان ما كنت وأنا كان سعالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي أخان الفاضل خير الجزاء إذاعة منهج النبوة